تحالف اتلافي سائرون بزعامة مقتدى الصادر والنصر بقيادة العبادي ما تزال تداعياته تتفاعل في المشهد السياسي الشيعي مقربون من زعيم اتلافي دولة القانون نوري المالكي أكدوا أن هذا التحالف نسف تحالف سائرون مع اتلاف الفتح بزعامة هادي العامري الذي سيعلن تحالفه الجديد قريبا مع دولة القانون إضافة إلى نصف عدد أعضاء اتلاف الناصر الذين سينشقون عن العبادي بحسب هذا المصدر هذا التحالف هل يأتي هو مكملا لتحالف فتح سائرون هذا غير صحيح الفتح طريقها سالك باتجاه دولة القانون وعلى الأقل نصف تحالف نصر سوف لن يلتحق بالسيد حيدر العبادي باتجاه سائرون وإنما سيغير اتجاهه باتجاه القانون والفتح تحالف النصر وسائرون أكيد صارت ردودة فعال من قبل الكتلة الأخرى مثل تيار الحكمة وكذلك الفتح وبالتالي أعاد الحسابات من جديد وقد يصبح هناك فريق آخر يسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر وبما أن موضوع تسمية رئيس الوزراء المقبل داخل تحالف سائرون والنصر محسوم بتمديد ولاية العبادي لدورة ثانية بعد قبوله التخلي عن حزب الدعوة فإن المكونين السني والكردي سيفضلان الالتحاق بمحور الفتح ودولة القانون الذي سيبقى الباب مفتوحا في المشاركة بتسمية رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث حسب قول مصادر في دولة القانون الجاذب الذي سيوفره الخط الذي يوازي خط العبادي والصدر جاذب قوي لأنه سيعطي فرصة للكرد والسنة لأن يكون الشركاء حقيقين في تسمية رئاسة رئيس الوزراء الشيعي كما أن للشيع الحق أن يكون شركاء بتسمية رئيس الجمهورية الكردي ورئيس رجل النواب السني الكتل السنية بدت منقسمة هي الأخرى في فريقين الأول تحالف القواب زعامة الكربولي الأقرب لزعيم ائتلاف دولة القانون النور المالكي والثانية ضم ائتلافي القرار والوطنية القريب من زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي بحسب نواب عن المكون السني أحد هذين المحوريس وفيشترك تحالف القرار والوطنية أعتقد أنه قريب من السيد العبادي وأعتقد أنه عودة خميس الخنجر وعودة أشخاص آخرين المشحين وغيرها كان جزء من اتفاق سياسي وتسوية سياسية لم تكن تشمل الانتخابات واحدة بل كانت تشمل تحالف مهدي ما بعد الانتخابات أما بوصلة الموقف الكردي فستتجه نحو التحالف الذي سيتعاطى بإيجابية مع مطالبهم المعلنة بحسب مصادر في تحالف الكتل الكردستانية محمود فؤاد الحرة بغداد